الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الموصلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلي الشرف العظيم مولاي أمير المؤمنين أن أجلس اليوم بمجلسكم المهيب هذا لمدارسة قرآنية ندخل أبوابها متعبدين بتدبر القرآن العظيم وذلك انطلاقا من قوله تعالى وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور مولاي أمير المؤمنين إن هذا الكتاب الموسوم بالقرآن كتاب غير عاد تماما إنه كلام من طبيعة أخرى وخطاب من عالم آخر ولكن العادة تضعف الحس البشري فيفقد القدرة على إبصار حقائقه الوجودية وأبعاده الكونية وامتداده اللانهائي الضارب في عمق الغيب بما لا قدرة للإنسان مهما كان على السباحة في محيطاته بلها أن يحيط الإحاطة الكاملة بحدوده فليس لنا معشر البشر إلا الوقوف على ضفافه الفسيحة وتلقي أمواجه بصدورنا نتذوق من خلالها مواجيد الإيمان ونشاهد سبحات الجلال والجمال إن هذا القرآن الكريم ينبئ عن نفسه ويعرف بطبيعته وماهيته إنه يتكلم إلى الإنسان من خلال بعده الكوني ومصدره الرباني الروحي ومن هنا فإنه أعمق من أن يحيط به الإدراك المادي المجرد وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ولذلك فإن آياته ترتبط أسرارها جميعا بحقائق الكون فهو فيه رسط الوجود والكشاف الجامع لكل موجود إذ هو ينتمي إلى عالم الأمر وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا إنه يمثل في حقيقته وفي وجدان المتبصر لبصائره روح الحقائق كلها فلا حياة لها إلا به إن عظمة القرآن تتمثل أساسا في أنه كلام الله رب العالمين إنما يبهر الإنسان من ذلك ويفيض مشاعره أن القضية هي من العظمة والرهبة بحيث يستحيل على القلب البشري تحمل مواجيدها بدءا بالتفكر في هذا الكون الشاسع الممتد من فضاءات لا يحدها بصر ولا تصور ولا خيال وما يسبح فيه من نجوم وكواكب ومجرات وسدم غائرة بعيدة بملايين السنوات الضوئية وما يحيطها من سماوات بعضها فوق بعض وما يعمرها من خلائق نورانية مما لا يدرك له شكل ولا صورة إلى ما بين هذا وذاك من طبقات الزمان المختلفة عدا وتقديرا من الأيام والسنوات قد اختزل اليوم الواحد منها ألف سنة مما تعدون إلى خمسين ألف سنة ورب هذه العوالم جميعا الخالق لها والمحيط بأزمينتها وأمكينتها كلها المدبر شؤون حياتها ومماتها وأرزاقها بقيوميته الممتدة من الأزل إلى الأبد المالك زمام أحوالها بأنوار أسمائه الحسنى وصفاته العلا سبحانه وتعالى هذا الرب الرحمن الرحيم والملك العظيم المتنزه في مطلق علوه وسموه وجلاله وكبريائه يقدر برحمانيته ورحمته أن يكرم الإنسان هذا المخلوق الضعيف القابع في الأرض هذا الكوكب الضئيل السابح في بحر عظيم زاخر بأمواج السدم والمجرات فيكون من أعظم مقامات هذا التكريم أن يخاطبه بهذا الكلام الإلهي العظيم القرآن الكريم فكيف للنسبي الفاني إذن أن تتحمل مواجده كلام المطلق الباقي كيف للقلب المحكوم بالزمان والمكان أن تستوعب خفقاته المعدودة وأنفاسه المحدودة وقع الكلام الخارق للزمان والمكان وإن الله إذا تكلم سبحانه تكلم من علو أي من فوق لأنه العلي العظيم سبحانه وتعالى فهو فوق كل شيء محيط بكل شيء علماً وقدرة إنه رب الكون ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ومن هنا جاء القرآن محيطاً بالكون كله متحدثاً عن كثير من عجائبه قال تعالى في صياق الكلام عن عظمة القرآن فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم ومن هنا فإن هذا البحث يا أمير المؤمنين يرميك ما هو واضح من عنوانه إلى إبراز قضيتين إثنتين الأولى كون القرآن خطاباً كونياً بما هو روح من أمر الله والثانية بيان أنه بذلك معراج للتعرف إلى الله جل علاه القضية الأولى كونية القرآن الكريم إن معنى كونية القرآن نازم من لوازم كونه كلام الله رب العالمين فالربوبية قاضية بكل معاني الشمول والامتلاك والسلطنة ذلك أن القرآن من حيث هو كلام رب العالمين متضمن لمعنى الربوبية الجامعة لكل عناصر الكون امتلاكاً وقهراً كما أن الكائنات من خلاله تدور جميعها حول هذا المعنى سالكة إلى الله خالقها منجذبة إلى نوره تعالى ولذلك كان القرآن وهو خطاب الله إلى الإنسان خطاباً كونياً أيضاً ويمكن بيان كونية القرآن من خلال الخصائص الثلاثة الآتية الخاصية الأولى القرآن قراءة لكتاب الكون وكشف لأسراره ومعنى ذلك أنه كتاب كاشف للغز الحياة بصورة بسيطة فهو يقدم الصعب المعقد تقديماً سهلاً ميسراً فسهل على العامة والخاصة قراءة مقاصده من خلال أبعاده الكونية إذ يلفت الانتباه الإنساني إلى مظاهر الكون وحقائقه ليتفكر في خلق السماوات والأرض كل على حسب طاقته وسعة إدراكه فيكون القرآن الكريم بكونيته هذه خطاباً لجميع الناس بجميع مستوياتهم الثقافية واختلافاتهم اللغوية والعرقية وهو ضرب من ضروب الإعجاز ومن هنا كان القرآن بحق مفسر كتاب العالم الخاصية الثانية القرآن روح الكون ومعنى ذلك أنه ما دام المتكلم به هو الله رب العالمين بالاعتبار الذي ذكرنا أي خالق كل شيء سبحانه فإنه لا شيء إلا وهو راجع في حقيقة وجوده إلى حقائق القرآن الكونية وإنما القرآن نور صابر من الرب العظيم الذي هو الله نور السماوات ومرض وإذن فلا شيء بعد نوره إلا الظلام ولا شيء بعد وجوده إلا العدم وإنما حقيقة المخلوقات أنها موجودة باسمه تعالى أي بسم الله الرحمن الرحيم فوجودها رهين بوجوده سبحانه وتجليها رهين بتجلي نوره جل علاه فكان الكون بذاته دالا على وجود رب الكون العظيم وما علمنا ذلك كله إلا من خلال القرآن الكريم الذي هو كلام رب العالمين الخالق لكل شيء فالقرآن يمثل من حيث حقائقه حقائق الكون كله بدءا بقصة الخلق إلى غاية الإعادة من يوم القيامة كما بدأنا أول خلق نعيده ثم البعث والنشور فالمصير فلو تصور عدم حقائق القرآن وهو فرض محال لاستحال تصور وجود العالم الكوني كله ثم إن حقائق القرآن التي هي التفسير السليم لنظام الكون هي وحدها القادرة على الحفاظ على ذلك النظام الكوني في العقل ولو اشترضنا تفسيرا غيرها نعنت الفوضى تصورات العقول ولختل التوازن في الفكر بتصورات لا يمكنه إلا أن تؤدي في النهاية إلى افتراضات تفضي في المنطق العقلي إلى اختلال الكون كله في التصور وبهذا المعنى كان القرآن هو روح الكون الخاصية الثالثة القرآن محيط بمفهوم الزمان الكوني إذا كان القرآن كلام الله رب العالمين فإنه صفة له سبحانه لأن الكلام صفة للمتكلم وقد علم أن الله جل جلاله محيط بالزمان والمكان تعالى الله أن يحكمه زمان أو مكان بل هو الحاكم على الزمان والمكان فهو فوق كل شيء ومحيط بكل شيء لأنه تعالى خالق كل شيء من هنا إذن كان القرآن محيطا بالزمان الكوني الماضي والحاضر والمستقبل جميعا ثم بالزمان الأرضي وهو الزمان بالتقدير البشري الدنيوي مما نعد به التاريخ والأعمار وكذلك بالزمان المعراجي بنوعيه الأمري والملائكي فالزمان الأمري هو المشار إليه في قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون والزمان الملائكي هو المشار إليه في قوله سبحانه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وكذلك الزمان العندي وهو المشار إليه في قوله تعالى وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثم الزمان الأخروي وهو الزمان الخالد الصرمدي الذي لا ينتهي أبداً مما يكون بعد إعادة الخلق حيث قيام يوم الدين من بعث وحشر وحساب وجنة ونار فحديث القرآن عن ذلك كله حديث جامع مانع ومن هنا كان محيطاً بكل الزمان مما ينتسب إلى عالم الغيب أو إلى عالم الشهادة ذلك هو القرآن كلام من أحاط بمواقع النجوم خلقاً وأمراً وعلماً وقدرةً وإبداعاً فجاء كتابه بثقل ذلك كله أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما هيأه لذلك وصنعه على عينه سبحانه جل وعلا فقال له إنا سنلقي عليك قولاً سقيلاً ومن هنا لما كذب المنكرون بالقرآن للقرآن نعى الله عليهم ضآلة تفكيرهم وضحالته وقصور إدراكهم وضعف بصرهم عن أن يستوعبوا بعده الكوني الضارب في بحار الغيب فقال تعالى وقالوا أساطير الوليد اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً وإنه لرد عميق جداً ومن هنا جاء متحدثاً عن كثير من السر في السماوات والأرض قال عز وجل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً وقال جل وعلا سنريهم آياتنا في لا فاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط القضية الثانية القرآن الكريم معراج التعرف إلى الله جل وعلا مولاي أمير المؤمنين إن أول مقاص بالقرآن الكريم إنما هو تعريف الناس بالله المتكلم بالقرآن ولذلك جاء تعريف الله لذاته سبحانه بإسمائه الحسنى مباشرة بعد التنبيه على عظمة هذا القرآن كما جاء في سورة الحصر كأنه قال اعرف القرآن أولاً تعرف الله أو ليس هو تعالى المتكلم بالقرآن قال جل جلاله لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصبعاً من خشية الله من خشية الله وتلك المثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فقال بعدها مباشرة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون إلى آخر الآيات إن الذي ينصت إلى خطاب الفطرة في نفسه يسمع نداء عميقاً يترجم الرغبة في معرفته من أسدى إليه نعمة الوجود ذلك أن الإنسان مفتور على شكر من وصله بمعروف ومن هنا نخلص إلى نتيجة وهي حق الخالقية هو مفتاح التعرف إلى الله وهذه حقيقة قرآنية كبرى تترتب عليها أمور كبيرة في حياة الإنسان ذلك أنه كلما نادى الله الناس في القرآن بالاستجابة لأمره التعبدي ناداهم من حيث هو خالقهم هكذا بهذه الصفة دائماً وهو أمر مهم فيما نحن فيه من طريق المعرفة بالله أي أنه تعالى يسألهم أداء حق الخالقية هذه الصفة العظيمة لذاته تعالى التي بها كنا نحن الناس هنا في الأرض نتنفس الحياة قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً مولاي أمير المؤمنين هاتان آيتان كليتان من القرآن العظيم تعلق الأمر فيهما بالعبادة والتقوى وما في معناهما من الانتظام في سلك العابدين وفلك السائرين إلى الله رب العالمين إثباتاً لحق الله من حيث هو خالق للبشر ولا يفتأ القرآن يذكر بهذه الحقيقة باعتبارها مبدأاً كلياً من مبادئ الدين والتدين وأنها العلة الأولى منه وذلك نحو قوله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إنها آية كونية عظمى إنها مفتاح من مفاتيح فهم القرآن العظيم وباب من أبواب معرفة الربوبية العليا قال تعالى في صياق الحجاج مَا لَكُمْ نَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمُوا أَطْوَارًا إنه تعالى ربط حقه سبحانه على عباده بمبدأ خلقهم أطواراً فكلما ازداد المنكرون تعنتاً ازداد القرآن إفحاماً في بيان تفاصيل الخلق فتلك حجة الله البالغة إجمالاً وتفصيلاً ومن هنا قال عز وجل في حق الذي أنكر البعث على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فجاء بطحين عظام ميتة ناخرة ونفخ فيها فتطاير غبارها بيده فاستهزأ متسائلاً بما حكاه عنه القرآن الكريم وضرب لنا مسلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ولنا مولاي أن نتأمل أيضاً كيف أن تلك كانت هي حجة موسى الذي صنعه الله على عينه في رده على فرعون إذ تعنت في إنكاره قال عز وجل حكاية عنه قال قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا إنه تعريف للربوبية ولحقوقها في عبارة من أوجز العبارات الربانية الرحمانية المسطورة في القرآن الكريم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا وكما كانت تلك هي حجة القرآن في الدعوة إلى العبادة وإثبات حق الخالقية لله الواحد القهار كانت هي عينها حجته في الدعوة إلى التوحيد ونفي الحق الوهمي للشركاء وذلك كما في قوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ومن هنا كان الشرك ظلما عظيما لأن الله هو وحده الذي خلق لأن الله هو وحده الذي خلق وبهذا المنطق وجب أن يكون هو وحده الذي يعبد وإي إخلال بهذا الميزان يكون ظلما كبيرا وهو قول الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم وبهذا المنطق أيضا رد الله على المشركين في قوله تعالى أي شركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وقوله سبحانه أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون فما كان هذا البيان والتفصيل لقضية الخلق ليكون لولا أنها قضية كونية كبرى ينبني عليها ما ينبني من مصير وجودي في حياة الإنسان هذا المخاطب بها ابتداء إن قضية الخلق يا أمير المؤمنين تمثل مفتاح فهم الربوبية والمعنى الوجودي والوظيفي للإنسان إنها المبدأ الكلي إنها المبدأ الكلي الذي على أساسه خاطب الله الإنسان بكل أمر ونهي بل إنها تمثل البنية الأساس لخطابه الذي عليه يتفرع كل شيء مما قرره في العقيدة والشريعة على السواء إن جماع الأمر في هذه النصوص كلها أنه تعالى خلقنا وخلق لنا هذا مبدأ قرآني كوني عظيم وهو ما سميناه بحق الخالقية إن تدبر قضية الخلق لا يحيل المرأة على تدبر حقيقة الوجود الزماني للإنسان أي مفهوم العمر وإنها لقضية جليلة جدا كما صاغها القرآن في صورة الإنسان قال تعالى هل تعالى لإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا لإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنها لمن أعظم الآيات القرآنية الباهرة آية تملأ القلب رغبا ورهبا فلنتدبر كيف أن الإنسان دأب على التذكر والتفكر في الزمان من عمره الفردي وعمره الإجتماعي سواء تعلق ذلك بالماضي أو الحاضر أو المستقبل ولكن لا شيء بعد ذلك لا يتفكر في مرحلة ما قبل العمر وهي مرحلة العدم ونحن معشر جدس الإنسان إذ ندرك أننا لم نكن ثم كنا نصاب بنوع من الرهبة والرغبة فيما يتعلق بقضية الوجود والعدم وهذا فضل علينا من الله الذي قال وهذا فضل علينا من الله الذي جعل لنا حقيقة الوجود بهذا المن الذي من به علينا من الخلق نعم حق الخالقية إذن هو مفتاح التعرف إلى الله جل وعلا إن هذا الحق بقدر ما هو متعلق بذمة الإنسان لربه الذي خلقه فإنه يستفد منه معنا عظيما لوجوده إن إحساسه بوجوب هذا الحق عليه يخرجه من التيه الوجودي الذي ضاعت فيه أفكار الجاهدين من العالمين أو بعبارة قرآنية يخرجه من الظلمات إلى النور وأي ظلام أشد من التصور العبثي لحياة أو كما قالوا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع فبأي نفسية يعيش الإنسان هذه الحياة وهو يرى أنما غايتها إلى العدم المطلق والفناء الرهيب الذي ما بعده حياة إن السالك حينما يذوق من معرفة الله نمعات وأنوار يتعلق قلبه بحب الله تعالى لأنه هو الذي أوجده وخلقه وإنما يجد الجمال الحق في تلك المعرفة وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جميل يحب الجمال فمن زاق عرف ومن عرف اشتاق وليس عبثاً أن يكون ضمن السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله جل وعلا رجل قلبه معلق في المساجد ولا يتعلق القلب إلا إذا أحب ولا يحب إلا من شهد الجمال وإنما نرى جمال الله جل جلاله في شعورنا القوي بجمال خالقيته تعالى وكمال قيوميته وحسن إجابته وكرم رعايته وقرب رحمته وأنسه فلم يكن عبثاً إذن أن يتوارد ذكر الأسماء الحسنى والصفات الإلهية العلاء عبر كل فصول القرآن سواء في ذلك صياق العقائد أو التشريع أو القصص أو الوعد والوعيد وسواء في ذلك مطالع الصور وخواتمها أو أواصطها كان ذلك خلال الأمر والنهي أو خلال التقرير والتخبير فهي كالنجوم الدرية تتلألأ بالنور الرباني العظيم في تلك المساقات جميعاً ما بين السوابق واللواحق والقرائم مما يجل للعبد الزاكري جمال الله وجمال المعرفة به فيعبد له طريقها سالكة جلية ولكن كل ذلك إنما يكون على قدر شهود القلب وصفاء البصيرة وصدق الإقبال على الله عند الدخول في مشاهد الدكر والتلاوة للكتاب إن العبد يا أمير المؤمنين إن العبد الذي أيقان بمعرفة الله يفيد قلبه بالمحبة محبة كل شيء إذ يجد أخوة إيمانية في وجدانه مع كل شيء من الكائنات عدا من تولى فالكل مستغرق في عبادة الله سائر إليه عبر مسالك المحبة تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإني شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً ولقد جعل الله لنبيه داود معجزة كشف لبعض ذلك فكانت الجبال والطير تسبح بتسبيحه وتدعو بدعائه في مجالس تفيض بالنور والجمال تلتقي على موعد بالغدو والعصال كما في قوله تعالى إنا صخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب إن الكون يا أمير المؤمنين كله في وجدان المسلم مثل طيور داود عليه السلام مجالس أنس وذكر تشعره بالأخوة الكبرى في السير إلى الله عبر أثلاك العبودية كل في فلك يسبحون فالمعرفة طريق لا تنفذ تجلياتها ولا تنتهي إشراقاتها إلا بلقاء الله حيث ينكشف سر السير إلى الله واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ويرى العبد هناك بعين اليقين حقيقة الوجود الدنيوي من خلال وجوده الأخروي لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد إن المعرفة بالله تملأ القلب أنسا بالله ثم أنسا بالحياة وأنسا بالكون والكائنات وأنسا حتى بالموت الذي لن يرى فيه العبد المحب إذ يقف عليه إلا موعدا جميلا للقاء جميل مع رب جميل فذلك ذوق الإحسان في قمة المشاهدات الإيمانية وإنما الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وعليه فإن هذا الإنسان يا أمير المؤمنين بما هو مخاطب بهذا القرآن أساسا بأبعاده الأمرية المذكورة هو إنسان كوني بامتياز فهو لا يسكن الأرض إلا بقدر ما يسكن الكون كله حقيقة فعلاقاته لو تبصر فامتد إلى أعلى انطلاقا من هذا القرآن لأنه وحده دون سواه الكفيل بإيصاله إلى مصدره الأول وربطه بحقيقته الوجودية كما جاء في الآيات منطلق الدرس ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وبما أن البشر شتى خلقا وتقديرا وسعيا وتدبيرا فقد كان هذا القرآن على نفس تلك الساعة والشمول من الإمكانات المتصورة للنشاط الإنساني في الأرض على الإطلاق ولذلك جاء جامعا لكل معارج الكتب السماوية السابقة بدون استثناء ففيه معارج إبراهيم ومعارج موسى ومعارج داود ومعارج عيسى ثم فيه معارج أخرى فضل تفرد بها القرآن الكريم لم تفتح قبله قط في التاريخ وكل ذلك جميعه كان معارجا لنبي هذه الأمة الرسول الجامع المانع سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا إنما هو صريح حديثه الصحيح المليح الذي رواه الطبران والبيهقي عليه أزك الصلاة والتسليم قال أعطيت مكان الطورات السبع الطوال والسبع الطوال إنما هي الصور السبع الطويلة التي في أوائل المصحف أعطيت مكان الطورات السبع الطوال وأعطيت مكان الزبور المئين والمئون هي الصور التي تبلغ أو تكاد أو تفوق قليلا مئة آية وأعطيت مكان الإنجيل المساني والمساني على خلاف في القول قيل هي التي تسمي المئين وقيل سميت المساني لأنه يسنى فيها الوعد والوعيد قال عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث وفضلت بالمفصل والمفصل هو القسم الآخر من القرآن يبتدع على خلاف بصورة الحجرات أو بصورة قاف وقد رجح العلامة عبد الله قنون رحمه الله أنه يبتدع بصورة الحجرات كما فصله في سيره فجعل لكل كتاب من الكتب السماوية السابقة ما يقابله من فصول القرآن وأقسامه إن هذا القرآن بعمقه الكوني هذا المطلق عن الزمان والمكان يحقق أخوة إنسانية كبرى لا يمكن أن تتحقق على هذا الويزان بسواء لأنه شبكة اتصال وجودية ذات أنسجة أفقية وعمودية فيها مداخل لا حصر لها للإمكانات البشرية ولذلك فهو يتيح لكل إنسان مهما كانت ميوله وإمكاناته الطبيعية والفطرية والاجتماعية والثقافية أن يتصل بحقائق الوجود الحق وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وبما أن شبكته موئلها في نهاية المطاف واحد فهي تصل في الختم إلى الحق الواحد ألا إلى الله تصير الأمور وهناك يجد المؤمن لذة التعرف إلى الله جل وعلا بناء على ما تقرر من أن غاية الخلق الإلهي للإنسان إنما هي التعرف إلى الله جل علاه فقد جعل له سبحانه وتعالى وسيلة من أعظم الوسائل التعبدية ألا وهي التعارف فالإنسان بما هو مفطور خلقة على سنة الاجتماع البشري إذ خلق من زكر وأنثى وجعل شعوبا وقبائل فقد خلقت أرواح الناس لتلك الغاية على اتلاف واختلاف بقصد إنتاج التكامل المعرفي في طريق السير إلى الله تعالى وهذا من أعجب السنن الإلهية في الخلق البشري وألطى فيها وهو مفهوم من آية قرآنية وحديث نبوي شريف فأما الآية فقوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من زكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وأما الحديث فهو قوله عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه بين البخاري ومسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف إن التعارف العمراني ضروري للإنسان ليس فقط لأنه لا يمكن أن يعيش بصورة انفراضية اعتزالية فهذا أمر بدهي ولكن ليكون ذلك مقدمة لإنتاج حوار في المجال الروحي وتداول المعرفي لحقيقة المعرفة بالله في طريق السير إلى الله إن التعارف لا شك مفضل بالضرورة إلى معرفة ما لدى الآخر من قوة ومن ضعف وإلى معرفة ما لديه من خبرات أو حاجات في المجال الإنساني والعمراني والروحي سواء ورب معلومة دقيقة قد تكون عند شخص أو لدى شعب من الشعوب ذات أوجه متعددة في مجال البناء العمراني للإنسان في الأرض على المستوى المادي أو الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي أو الخلقي لكنه لم يستطع هو توظيفها من كل أوجوهها لأحادية التجربة الحضارية عنده واختصارها على جانب دون جانب فيحتاج لذلك إلى تكميل ومن هنا فإن انتقال المعرفة من شعب إلى شعب ومن أمة إلى أخرى لو توفرت الظروف الحوارية الهادئة لها كفيل لتطوير المعارف الإنسانية في اتجاه الخير صعوبا إلى غاية الكمال الإنساني وذلك لا يكون إلا إذا صار التعارف بمعناه القرآني هذا أساس الحوار العالمي ومن هنا كان ختم الصياق التعريفي لحقيقة القرآن الربانية وطبيعته الكونية في الآيات موضوع الدرس بقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ألا إلى الله تصير الأمور إن العلاقات الأفقية على المستوى البشري العمراني في شبكة الاتصال المعرفية إذا أتيحت لها ظروف الحوار الهادئ الصادق والتعارف البناء الواسق تفضي في النهاية إلى علاقات عمودية متوازنة ترتفع بالإنسان إلى السماء في طريق معرفة الله بل في طريق التكامل في تلك المعرفة وما كان لحضارة المسلمين ولا لتاريخهم ليكون على ما كان عليه من تلاقح وتساقف وتكامل الشعوب لولا هذه الحقيقة القرآنية العظمى القاضية بهذه السنن الإلهية الراقية ذلك هو القرآن يا أمير المؤمنين ذلك هو القرآن الكريم شبكة التعارف العمراني بمداخله الأفقية المتعددة المحققة للتكامل الروحي في الأرض في اتجاه السماء لغاية واحدة هي التعرف إلى الله وما أدق وألطف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما قال له في الحديث الذي روى أحمد وأبو يعلى بسند صحيح وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض نعم تلاوة وذكر تنطلق الروح بهما من الأرض لتحلق سابحة في ملكوت السماء إنها إذن صلة متصلة برب العالمين جل سناؤه وتمجد سلطانه خاتمة الكلام يا أمير المؤمنين أن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله محروص بقدرته جل علاه كما نص عليه القرآن بآيه المحكم وكما رصخته حقائق التاريخ الطويل ومن هنا فإن كل من تعلق بمحفوظ فهو محفوظ بالضرورة وإن البلد يا مولاي الذي يتولى القرآن بالعناية والذي يولي الاهتمام للقرآن ولأهل القرآن لا شك داخل في حما آية الحفظ والسلام من قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولا شك هو محروص بأنوارها منصور بولائها وأسرارها بارك الله في عمركم يا أمير المؤمنين وجعلكم ببركة هذا القرآن خير حارس لهذا البلد الأمين محفوظين بأسرار القرآن منصورين بسلطان القرآن مسددين مرشدين بأنوار ما بز فيه من الأسماء الحسنى والصفات العلا ورعى الله ولي عهدكم الأمير الممجد مولاي الحسن بما رعى به أولياءه وأنبته نباتا حسنى وجعله من الصالحين المصلحين وآزاركم بصاحب السمو الملكي الأمير السعيد مولاي رشيد حفظا وتأييدا وتسديدا وحفظ الله سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة وأمطر شأبيب رحمته ورضوانه على فقيدي العروبة والإسلام جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله سرارهما والسلام على مقامكم العالي بالله والدعاء والختم لمولانا أمير المؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وصلوا عليه وسلم وسلم اللهم اصل على سيدنا محمد الفاتح لما أولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق بالهادي وعلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما ينصفون وسلام على المسلم والحمد لله والحمد لله